مريدة سابونجي فندانة ومبتلة سينمائية ومصرخية جزائرية من موليد الثلاثينات بحي دويرات مدينة البوليدة دخلت المصرخة في سن مبكرة جدا حيث كان عمرها عن ذاك حوالي 13 سنة ووقفت على رقح المصرخ الجانبي كباري الفنانيين على غرار مخيدين بشتارزي رويشد ومحمد توري وغيرهم حيث دخلت عالم الفن من بابيا لذاها الوطنية سنة 47 تسعمائة وألف وفي الخمسينيات قدمت عديد الأعمال والأدوار في المصرح الكلاسيكي بالمصرح الوطني الذي كان يغرف بالأوبرا على غرار قناع الجحيم الدونجوان والعجرات من الأعمال المصرحية الكلاسيكية رفقة مصطفى كاتب محمد توري نورية كذوم وغيرها من نجوم الفني الجزائري إن لله وإن إليه راجعون